استوقف رجل فقير وشبه عاجز سائق تكسي وقال له بصوت ضعيف هل تسمح بتوصيل إلى بيتي بجانب الجبل وليس معي ما أعطيك من نقود ابتسم سائق التكسي وقال للرجل اصعد ولا تشغل بالك بأجرتي أوصله سائق التكسي حتى بيته وعندما نزل الرجل أقبل عليه أولاده الصغار وسألوه أجئتنا بالخبز يا أبتي فقال لهم في حزن لا والله ما جئت لكم بالخبز فقد استحييت من السائق أن أطيل عليه المسافة والوقت دون أجر أو مقابل سمع السائق هذا الرد من الأب المسكين فأراد أن يكمل معروفه فنزل أسفل الجبل واشترى خمسة أكياس خبز وذهب إليه وأعطاه إياها شاهد السائق أولاد الرجل الفقير التهموا نصف الخبز في دقائق من شدة جوعهم وفقرهم فحاول أن يخفي دموعه ونزل بسيارته من الجبل إلى المدينة يسعى في كسب رزقه ويبحث عن راكب جديد فاستوقفه سائح وقال له أوصلني إلى المطار فأخذه السائق إلى المطار وهناك أعطاه السائح ألفي جنيه والتسعيرة الاعتيادية لهذه الرحلة خمسمائة جنيه فقط وهو في المطار جاءه سائح آخر طلب منه أن يوصله إلى فندق شهير وأعطاه مئة دولار فاشترى السائق ما لذ وطاب من الفواكه والحلويات واللحوم ووضع كل هذه الأشياء داخل سيارته كي يذهب بها إلى الرجل الفقير وأسرته بالجبل لأنه تأكد تماما أن الله رزقه كل هذا الرزق بسبب خدمته لهذا الرجل التي كانت خالصة لوجه الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون إلا أن أحد الأصدقاء التقى به أمام بائع اللحوم وأصر أن يذهب معه إلى بيته ليشاركه في وليمة أعدها بمناسبة خير أتاه فذهب معه ولبى دعوته فوجد إصرافا كثيرا ومباهاتا بأنواع الأطعمة وبعد العشاء بقي صنف من الطعام بأكمله لم يمسسه أحد فاحتاروا أين يذهبون به فقال السائق أنا آخذه وبعد أن ودع السائق صاحب الوليمة ذهب إلى أسرة الرجل الفقير وأعطاه كل ما اشتراه وما حصل عليه من الوليمة فكاد الرجل أن يبكي فرحا مما يحدث له وقبل أن ينصرف السائق سمع صوت الأطفال الصغار من خلف الباب تصيح بأعلى صوتها وكأنها رأت شيئا عظيمة لحم وفاكهة وحلوى فسقطت دمعة من عينه وهو يتقطع من الألم داعيا لأهل هذا البيت ولغيره أن يرحمهم الله وأن يلطف بهم وأن لا يؤخذنا الله بتقصيرنا تجاههم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكِّرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون أسلم رجل من بلد أوروبي وحسن إسلامه وكان صادقا في أفعاله وحريصا على أن يظهر إسلامه ويعتز به أمام أبناء بلده من غير المسلمين دون خجل أو حياء أو تردد حتى ولو لم يكن هناك مناسبة فإنه يحرص على ذلك ولم يستمع إلى نصائح زوجته التي طلبت منه إخفاء إسلامه أمام الناس خاصة بعدما تسبب بعض الحاقدين عليه في فصله من عمله وفي أحد الأيام أعلنت إحدى المؤسسات الحكومية في بلاده عن فرصة وظيفية فتقدم لها هذا المسلم الفخور بإسلامه وكان لابد من المقابلة الشخصية لأن التنافس زاد على هذه الوظيفة وكان العدد كبيرا فلما بدأت المقابلة الشخصية معه سألته اللجنة الخاصة بالمؤسسة عدة أسئلة كان منها هل تشرب الخمر؟ فأجاب قائلا لا أشرب الخمر لأنني أسلمت وديني يمنعني من معاقرة الخمر وشربها قالت اللجنة هل لك خليلات وصديقات؟ قال صاحبنا لا لأن ديني الإسلام الذي أنتسب إليه يحرم علي ذلك ويقصر علاقة على زوجة التي تزوجتها بمقتضى شريعة الله عز وجل ثم خرج الرجل وهو شبه يائس من أن ينجح في هذه المسابقة ولكن النتيجة أعلنت فشل جميع المتسابقين بينما نجح الرجل المسلم فقط فذهب إلى مسؤول اللجنة وسأله قائلا كنت أنتظر أن تحرموني من هذه الوظيفة عقابا لي على مخالفتي لكم في دينكم وعلى اعتناق الإسلام ولكني فوجئت بتفضيلكم لي على إخوانكم من نفس دينكم فما سر ذلك؟ قال المسؤول إن المرشح لهذه الوظيفة كان يشترط فيه أن يكون شخصا منتبها في جميع الحالات حاضر الذهن والإنسان الذي يتعاطى الخمر لا يمكن أن يكون كذلك فكنا نترقب شخصا لا يشرب الخمر ونظرا لتوفر هذا فيك فلقد وقع الاختيار عليك فخرج الرجل حامدا مولاه على ما أولاه من نعمة عظيمة وهو يردد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير في الثامن عشر من عمرها تزوجت هنا من رجل يكبرها بثلاثين عاما لأنها كانت تشتاق للخروج من منزل أهلها الذي كان كسجن يقتلها تدريجيا كما كانت تظن أن زوجها الثري سوف يطوف بها العالم ويحقق لها كل ما تتمنى ولم تكن تدرك أنها ستجد في منزل زوجها سجنا من نوع آخر أكثر ظلما محرمانا وبعد فترة من الزواج زارت أخت الزوج بيت أخيها وعندما علمت أن زوجة الشابة لا تصلي ولا تعرف الكثير من أمور دينها نصحت أخاها بتطليقها إن لم تهتم بهذه الأمور الدينية لذلك نصح زوجها بالمداومة على الصلاة ولكنها لم تستمع لكلامه يوم يكشف عن ساقي ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ولأسباب كثيرة كان يرفض أن يخرج معها متحججا بالتعب بسبب كبر سنه ولم يكن يسمح لها بالخروج بمفردها مع صديقاتها وكان يصر على أن تبقى أسيرة في منزلها على مدار اليوم وهذا جعلها تتعرف بعد فترة إلى مواقع التواصل الاجتماعي ووجدت من خلالها هامشا من الحرية والسعادة رغم ملازمتها للبيت وشعرت أخيرا بأنها على قيد الحياة وبعدها استخدمت بعض برامج الشات حتى حدث المحظور وهو إقامة علاقة مع رجل غريب هذه العلاقة بدأت بمجرد تعارف وانتهت بخيانة إلكترونية ويليث الأمر اقتصر على ذلك فدخولها على مواقع التعارف والدردشة أصبح إدمانا فأصبحت تتعرف يوميا على أشخاص جدد وكانت تدخل إلى عالم الإنترنت بعد خروج زوجها وتضع كلمة مرور خاصة بحيث تمنع أي شخص أن يتعرف على الرسائل الغرامية التي ترسلها أو يرسلها لها آخرون ومع الأيام شعر الزوج بغياب زوجته عنه ذهنيا وعاطفيا بل لم تعد تهتم بحقوقه الزوجية أو مطالبه من طعام وملابس وخلافه فهدتها بالطلاق إن لم تعد كما كانت من قبل إلا أنها استمرت في تجاهله وأصرت على موقفها العدائي والكاره له ظلم منها أن أكثر من شاب ممن تعرفت عليهم سيتقدم لها ليتزوجها وسوف تختار من بينهم أفضل بدين لزوجها ومع إصرارها ناء على موقفها قام الزوج بتطليقها بعد أن تنازلت له عن أكثر حقوقها وبعد مرور عامين من طلاقها لم تجد من يتقدم إليها للزواج بعد أن هرب كل من تعرفت عليهم وظلت سجينة في بيت أهلها إلى يومنا هذا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون طبيبة ألمانية الأصل والجذور متخصصة في أمراض النساء والولادة لذلك كانت هذه الطبيبة تجري الكثير من الأبحاث حول هذا الموضوع لكل مريضة تأتي إلى عيادتها للوصول إلى نتائج متقدمة تستطيع أن تفيد بها مرضاها لقد درست الكثير من الأمراض في ألمانيا وتوصلت إلى بعض النتائج فأرادت أن تستكمل بحوثها في بلد آخر فذهبت مع زوجها إلى النرويج وهناك أجرت الكثير من البحوث على نساء النرويج ولكن النتائج كانت نفس النتائج في ألمانيا فأرادت أن تذهب إلى بلد بعيد مختلف وقررت أن تذهب إلى إحدى دول الخليج فقامت بالبحث عن أحوال هذه الدولة التي اختارتها فدهشت من طريقة لبس النساء وطريقة المعيشة هناك ولكنها قررت الذهاب وكانت المفاجأة لقد ظلت الطبيبة الألمانية تعمل في إحدى المستشفيات لمدة أربعة شهور ولكنها لم تجد شيئا ولا حتى مرضا واحدا لقد أتت من أجل البحث عن الأمراض الجنسية التي تصيب النساء ولكنها لم تجد ما تبحث عنه فأصابها الملل حتى وصلت مدة إقامتها إلى سبعة شهور خرجت من العيادة غاضبة جدا فسألتها ممرضة مسلمة ما بك؟ ماذا حدث؟ فردت الطبيبة الألمانية جئت أبحث عن الأمراض الجنسية ومضى حتى الآن سبعة أشهر ولم أجد شيئا ولا حالة واحدة من الأمراض الجنسية التي تصيب النساء بسبب الحرية الجنسية مثل الأمراض الزهرية والسيلان البني الذي يصيب مثانة المرأة أو ينتقل إلى المهبل ثم عنق الرحم وحتى المبيض وأيضا لم أجد حالة واحدة مصابة بمرض الإيدز والذي في النهاية يهلك صاحبته بالموت فابتسمت الممرضة فسألتها الطبيبة لماذا تبتسمين؟ فردت عليها الممرضة قائلة إن الأمراض التي لم تجديها في نسائنا بسبب الفضيلة وهذه ثمرتها فقالت الطبيبة بدهشة وماذا يعني ذلك؟ فشرحت لها الممرضة معنى الفضيلة وقرأت عليها آية من كتاب الله والحافظين فروجهم والحافظات وشرحت لها معنى الآية وكان من بين ما قالته الممرضة المسلمة التقية الآية الكريمة تقول الحافظين ولم تقل الممسكين لأن الحفظ أقوى وأشمل فالذي يحفظ فرجه والتي تحفظ فرجها فإنهما يحفظانه حتى من الأمراض السارية المنتشرة مثل الإجز وغيره ولذلك تقول الآيات عن الذين يمارسون الجنس خارج إطار العلاقات الزوجية أنهم عادون وليس معتدون فقط فكلمة عادون تدل على شمولية العدوان مثل العدوان على النفس وعلى الآخرين وعلى المجتمع لذلك نحن المسلمون نعمل بهذه الآية الكريمة فيحفظنا الله بحفظه من مثل هذه الأمراض الجنسية وغيرها اهتزت الطبيبة الألمانية للآية الكريمة ولكلام ممرضة وبدأت تسأل نفسها حقا لماذا سبعة شهور ولم أجد مرضا واحدا جنسيا بين النساء المسلمات ما هذه الآية وما قصة هذا الكتاب تقول الطبيبة الألمانية فاقتريت القرآن المترجم وبدأت أقرأ ترجمته حتى أحسست أن هذا ما كنت أبحث عنه هذه هي غايتي فذهبت إلى مكتب لدعوة غير المسلمين وعندهم أشهرت إسلامي وصرت اليوم في ألمانيا فتاة محجبة حجابا شرعيا أدعو إلى الله عز وجل وإلى هذا الدين الحق وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل والذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون شاب في السابعة والثلاثين من عمره متزوج وله أولاد ورغم ذلك ارتكب كل ما حرم الله من الموبقات أما الصلاة فكان لا يؤديها مع الجماعة إلا في المناسبات فقط مجاملة للآخرين والسبب أنه كان مصاحبا لمجموعة من الأشرار العصين فكان الشيطان ملازما له في أكثر الأوقات فكان دائما كئيبا غاضبا والعلاقة بينه وبين زوجته وأولاده سيئة للغاية كان لهذا الشاب العاصي ولد في السابعة من عمره اسمه مروان وكان في بعض الأحيان يرى والده وهو يفعل بعض المنكرات إلا أن هذا الإبن بفضل الله قد ورث الإيمان من أمه الخلوقة المؤمنة وذات ليلة كان هذا الشاب وابنه مروان في البيت بعد صلاة المغرب وكان الأب يخطط ماذا سيفعل هو وأصحابه من معاصي فإذا بابنه مروان يقول له لماذا يا أبتي لا تصلي ثم رفع يده إلى السماء وقال له إن الله يراك فتعجب الأب من قوله وأخذ مروان يبكي أمامه فأخذه إلى جانبه لكن مروان ابتعد عنه وذهب إلى صنبور الماء وتوضأ وكان قد تعلم الوضوء من أمه التي كانت من حفظة كتاب الله بعد أن توضأ مروان دخل على أبيه وأشار له بأن ينتظر قليلا ثم ذهب بعد ذلك وأحضر المصحف الشريف ووضعه أمامه وفتحه مباشرة دون أن يقلب الأوراق ووضع إصبعه على هذه الآية من سورة مريم يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ثم أخذ مروان يبكي وبكى معه الأب طويلا ثم قام مروان ومسح دموع أبيه وقبل رأسه ويديه وقال له صل يا والدي قبل أن توضع في التراب وتكون رهين العذاب كان الأب في ذهول ودهشة وخوف لا يعلمه إلا الله فقام على الفور وتوضأ ثم قام بإضاءة أنوار البيت جميعها وكان ابنه مروان يلاحقه من غرفة إلى غرفة وينظر إليه باستغراب وقال له دعي الأنوار وهيا إلى المسجد فأخذه الأب إلى المسجد وهو في خوف شديد وأقيم لصلاة العشاء وإذا بإمام المسجد يقرأ من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر لم يتمالك الأب نفسه من البكاء ومروان بجانبه يبكي لبكائه وفي أثناء الصلاة أخرج مروان من جيبه منديلا ومسح به دموع أبيه وبعد انتهاء الصلاة ظل الأب يبكي ومروان يمسح دموعه حتى أنه جلس في المسجد مدة ساعة كاملة حتى قال له ابنه بعد أن خاف عليه من شدة البكاء لا تخف يا أبي فأنت هنا في أمان عاد الأب وابنه إلى المنزل فكانت هذه الليلة من أعظم الليالي عند الأب حيث شعر بأنه ولد فيها من جديد وحضرت زوجته وحضر أولاده وأخذوا يبكون جميعا وهم لا يعلمون شيئا مما حدث فقال لهم مروان أبي صلى في المسجد اليوم فرحت الزوجة بهذا الخبر إذ أن مروان هو ثمرة تربيتها الحسنة وقص الأب على زوجته ما جرى بينه وبين مروان وقال لها أسألك بالله هل أنت من طلبت من مروان أن يفتح المصحف على تلك الآية فأقسمت بالله ثلاثا أنها ما فعلت ثم قالت له أشكر الله على هذه الهداية ومنذ تلك الليلة والأب ولله الحمد لا تفوته صلاة الجماعة في المسجد وقد استطاع أن يقنع رفقاء السوء بالعودة إلى الله وترك المعاصي وأصبح يعيش في سعادة غامرة وحب وتفاهم مع زوجته وأولاده يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اشتركوا في القناة